السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من حلقات سلسلة Don't Say and Say النهاردة يا طرح هنختار علشان نختار ما بين إيه وإيه تعالوا نشوف لو أنا مثلاً عايز أقول إن أنا بشتكي من حاجة أو الناس بتشتكي من حاجة يا طرح أختار Complain for ولا complain of تعالوا نشوف مع بعض Don't say ما تقولش complain for ما تقولش complain for لأنها مش صحيحة حرف الجر هنا wrong مش صحيح يعني ما ينفعش أقول Many people complain for the heat يعني الناس بتشتكي من الحرارة أو السخنية No, it's not right مش صحيح إنما أقول إيه أقول complain of يعني هقول Many people complain of the heat ده معنى الناس بتشتكي من الحرارة يبقى ما ننساش Don't say complain for but say complain of أتمنى أنكم لو استفدتم من المعلومة تعملوا لايك وشير للفيديو علشان غيركم يستفيدوا نتقابل في فيديو جديد مع معلومة جديدة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر